الجامعة الافتراضية السورية كتاب العقود الإدارية لمؤلفه الدكتور محمد العموري تقدمت مبادرة الضوء بصوت حمزة جمعة يغطي هذا التسجيل الوحدة التعليمية السادسة بعنوان حق المتعاقد في مواجهة الإدارة من الصفحة 104 إلى الصفحة 116 من الكتاب وتتضمن هذه الوحدة فخرتان أساسيتان وهما الفقرة الأولى حق المتعاقد في احترام الإدارة لالتزاماتها التعاقدية والفقرة الثانية الحصول على المقابل المالي ومن ثم في نهاية الوحدة تمارين محلولة الوحدة التعليمية السادسة حق المتعاقد في مواجهة الإدارة الملخص تتضمن هذه الوحدة ما يتمتع به المتعاقد من حقوق بمواجهة الإدارة لناحية الحصول على المقابل المالي والسلفة والتزام الإدارة بما يحدده العقد من التزامات على عاتقها الأهداف التعليمية في نهاية هذه الوحدة التعليمية يجب أن يكون الطالب قادرا على معرفة ما يتمتع به المتعاقد مع الإدارة بحقوق بمواجهتها مقدمة عند إبرامي الإدارة لعقد إداري مع شخص ما ينشأ عن هذا العقد التزامات وحقوق لكل منهما في مواجهة الآخر حيث لما كان للإدارة سلطات وامتيازات خطيرة في مجال العقود الإدارية كان لابد من وجود ثقل ما يحقق التوازن في مواجهة هذه السلطات فكانت حقوق المتعاقد مع الإدارة هذه الحقوق قللت إلى حد كبير من مفعول سلطات الإدارة الخطيرة وأثرها في جعل الأفراد يحجمون عن التعاقد معها والحقوق التي يتمتع بها المتعاقد مع الإدارة تتمثل في حقه في أن تحترم الإدارة التزاماتها التعاقدية وحقه في الحصول على المقابل المالي المتفق عليه في العقل بالإضافة إلى حقه في احترام وتطبيق الإدارة لمبدأ التوازن المالي للعقل ومبدأ التعويض بلا خطأ الفقرة الأولى حق المتعاقد في احترام الإدارة للالتزاماتها التعاقدية يولد العقد الإداري بعد إبرامه التزامات على عاتق الإدارة يترتب على مخالفتها جزاءات من حق المتعاقد مع الإدارة المطالبة بتوقيعها عليها فما هو مدى الالتزام الإدارة بالعقد الإداري؟ وما جزاء مخالفتها لالتزاماتها العقدية؟ ألف مدى الالتزام الإدارة بالعقد الإداري؟ صحيح أن الإدارة سلطات وامتيازات تستطيع بواسطتها تعديل بعض شروط العقد الإداري والتحكم في التزاماته التعاقدية زيادة ونقصانا ولكن ذلك لا يدفعنا إلى القول بأن العقد الإداري غير ملزم للإدارة وإلا نكون قد أهدرنا فكرة العقد الإداري من أساسها فالعقد الإداري ملزم لطرفيه أي الإدارة والمتعاقد معها لما يتفق مع طبيعة الروابط الإدارية فسلطة الإدارة غير مطلقة في التحلل من التزاماتها العقدية وإنما محدودة لا تمارس إلا إذا توافرت شروط معينة ويقصد تحقيق أهداف محددة فهذه السلطات الخطيرة لم يسلم بها إلا في سبيل تحقيق المصلحة العامة سواء في فرنسا أو مصر أو سوريا ومما سبق على الإدارة أن تنفذ العقد بمجرد إبرامه من السلطة المختصة فلا يحق الإدارة فسخ العقد لمجرد التحلل مما يفرضه عليها من التزامات كما يجب عليها احترام كافة الشروط الواردة في العقد عند تنفيذه وليس ما يتعلق بالتزامات الأصلية فقط وإنما كافة الالتزامات كشرط عدم المنافسة إلا إذا تغيرت الظروف وتطلبت مقتضيات الصالح العام خروج الإدارة عن هذا الشرط كما في حالة تغير الوسيلة الفنية في إشباع الخدمة العامة كاستعمال الكهرباء في الإضاءة بدل الغاز أو إذا لم يقوم المتعاقد بتنفيذ ما عليه من التزامات حيث يجوز الإدارة هنا الترخيصة لإقامة منشآت مماثلة بالتعاقد مع أشخاص آخرين كما يجب على الإدارة أن تقوم بتنفيذ التزاماتها العقدية بشكل سليم وبالتالي عليها احترام مقتضيات حسن النية وهذا ما أكدت عليه المحكمة الإدارية العليا المصرية في حكمها الصادر في العشرين من الشهر الرابع من العام 1957 حيث قال إن العقود تخضع لأصل عام من أصول القانون يقضي بأن يكون تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يجبه حسن النية وهذا الأصل يطبق في العقود الإدارية انتهى الاقتباس كما أن الأصل أن تنفذ الإدارة العقد بأكمله وأن تسمح المتعاقد معها أن ينفذ التزاماته بتمامها فلا يجوز الإدارة بغير خطأ أو تقصيرا من المتعاقد أن تسحب جزءا من العملية المتعهد بها إلى متعهد آخر أو أن تنفذ العمل بنفسها فتحول بذلك بين المتعاقد وبين تنفيذ التزاماته العقدية كما لا يحق لها وقف تنفيذ العقد بدون سبب منها يتعلق بالصالح العام فترفض تسلم باقي البضائع المتفق على توريدها أو توقف العمل في المشروع المتفق على تنفيذه كما تلتزم الإدارة باحترام المدد المقررة في العقد حيث قرر القضاء الإداري السوري بعدم جواز تسبب الإدارة بفعلها بإطالة مدة التنفيذ في العقد وقرر التعويض للمتعاقد على الأضرار الفعلية التي تصيب المتعاقدة بسبب توقف الأعمال بتقصير من الإدارة والحالة السابقة أي عندما ينص العقد صراحة على أن المدة ملزمة للإدارة كما هي ملزمة للمتعاقد معها لا صعوبة فيها حيث يتعين على الإدارة احترام تلك المدة ولكن قد يرد شرط المدة عاما أو يأتي العقد خاليا من تحديد مدة التنفيذ وهنا فقد قرر مجلس الدولة الفرنسي أنه توجد مدد معقولة لتنفيذ العقد يجب على الإدارة احترامها وبالتالي ليس لها إطالة مدة التنفيذ بفعلا منها إلى ما يجاوز الحد المعقول دون أن تعرض نفسها للمسؤولية ويحدد مجلس الدولة الفرنسي المدة المعقولة للتنفيذ بمراعاة ظروف العمل المطلوب تنفيذه ومدى كفاية الشركة المتعاقدة أو المقاولة وهذا المبدأ واجب الاحترام بالنسبة للمدة الإجمالية لتنفيذ العقد وللمدة للمخصصة الالتزامات الجزائية الواردة في العقد ومثال ذلك احترام الإدارة للمدة المحددة لتسديد الثمن بالنسبة لما ينفذ من الأعمال أو ما يورد من البضائع وعلى الإدارة أيضا احترام العقد ككل فيجب أن لا تقوم بأي عمل يتعارض مع صفتها كمتعاقدة أو يعرض متعاقدة معها لأعباء ومتاعب لتنفيذه لالتزاماته العقدية وهذا ما أكد عليه مجلس الدولة الفرنسي حيث يحكم بمسؤولية جهة الإدارة المتعاقدة التي لجأت إلى نزع ملكية الأراضي مما ترتب عليه المساس بحقوق المتعاقد معها وبمسؤولية الدولة إذا أنشأت حديقة عامة وترتب على هذا الإنشاء الحد من حق الصيد الممنوح لشركة ما فإذا لجأت الإدارة إلى مخالفة الالتزاماتها التعاقدية فإن المتعاقد معها يطرق باب القضاء ويطلب إعمال المؤيدات القانونية في مواجهتها وهذا ما سنذكره في الفرع الثاني باء جزاء مخالفة الإدارة الالتزاماتها العقدية إن الجزاءات التي يمكن أن توقع على الإدارة ليست كالجزاءات التي توقع على الأفراد فهي لا تشمل الجزاءات الجنائية ولا يمكن المتعاقد أن يقفع الجزاء بنفسه على الإدارة وإنما عليه سلوك طريق التقاضي وليس باستطاعته أن يدفع بعدم التنفيذ بالتالي لا يستطيع الامتناع عن تنفيذ التزاماته بحجة أن الإدارة قد خصرت في تنفيذ التزاماته إلا إذا ترتب على تقصير الإدارة استحالة التنفيذ حيث أن قاعدة سير المرافق العامة بانتظام واضطرات تأبى يعطل المتعاقد أداء الخدمة لسبب من الأسباب ما دام بإمكانه أداؤها وقد طبق مجلس الدولة الفرنسي هذه القاعدة حيث ورد في أحد أحكامه بأنه إذا رفع المقاول دعوة فسخ العقد فإنه لا يستطيع أن يوقف العمل انتظارا للفصل بالدعوة ولا أن يستند إلى تأخر الإدارة في دفع المقابل لكي يوقف العمل انتهى الاقتباس وبما أن القضاء الإداري لا يستطيع توجيه أوامر إلى الإدارة تطبيقا للقاعدة التي تحكم العلاقة بين القضاء الإداري والإدارة العامة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر عن طريق التهديدات المالية المعروفة في القانون الخاص فقد عمد إلى تخيير الإدارة المقصرة بين الوفاء بالتزاماتها وبين دفع التعويض المحكوم به كما يملك القاضي إلغاء القرارات غير المشروعة والصادرة من الإدارة بمناسبة تنفيذ العقد ويستطيع أن يحكم بالتعويض المناسب وهذا هو المسلك الأصيل للقضاء الإداري في حال مخالفة الإدارة للتزاماتها وهذا التعويض يقدر وفق الأسس المدنية حيث أنها تمثل القواعد العامة فيقدر التعويض وفقا لدرجة الضرر لا الخطأ بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار دور كل من الطرفين في ارتكاب الخطأ بحيث إذا كان مشتركا تحمل كل من الطرفين نصيبة وأخطر ما يمكن أن تتعرض له الإدارة في حالة مخالفتها للتزاماتها هو فسخ العقد الإداري نتيجة خطأ منها بناء على طلب المتعاقد معها وهذا الفسخ يخضع للأحكام الآتية أولا الأسباب المبررة للفسخ كون الفسخ جزءا خطيرا فالقاضي الإداري لا يحكم به إلا لخطأ جسيم ترتكبه الإدارة لأنه كما ذكرنا أن الجزاء الأصيل في مجال مسؤولية الإدارة التعاقدية هو التعويض فعدول الإدارة دون سبب معقول عن المشروع موضوع التعاقد يعد مبررا للفسخ وكذلك تأخر الإدارة تأخرا كبيرا في البدء في تنفيذ العقد وأيضا وقف الإدارة للأعمال موضوع العقد مددا طويلة دون مبرر معقول كل الحالات السابقة قد قبلها مجلس الدولة الفرنسي كأسباب مبررة للفسخ ولكنه يرفض الفسخ عادة إذا تأخرت الإدارة في دفع المبالغ المستحقة للمتعاقد معها عما يكون قد نفذه من العقد ويكتفي منها بالتعويض والحكم بفوائد المبالغ التي تؤخر الإدارة دفعها ثانيا يتعين على المتعاقد في فرنسا أن يلجأ إلى الإدارة أولا قبل أن يرفع دعواه بفسخ العقد إما على أساس نص في العقد أو على أساس قاعدة القرار الإداري المسبق التي تعتبر من أسس التقاضي التي يقوم عليها قضاء التعويض في فرنسا أما في مصر فالمتعاقد غير ملزم قبل رفع دعواه أن يتوجه إلى الإدارة على أساس القاعدة السابقة أي القرار الإداري المسبق ولكنه ملزم بإعذار الإدارة قبل رفع الدعوة أما في سوريا فالأصل أن المتعاقدة ملزم بأن يتظلم الإدارة أولا قبل أن يرفع دعوة تعويض وما عدد دعاوة المتعلقة بشؤون العاملين في الدولة ثالثا يترتب على الحكم بالفسخ ما يلي واحد نهاية العقد ويرتد أثر الحكم بهذا الخصوص إلى تاريخ رفع الدعوة مع استمرار المتعاقد طالب الفسخ بتنفيذ التزاماته اثنان استحقاق المتعاقد للتعويض والتعويض هنا كامل يغطي كافة ما يلحق بالمتعاقد من خسارة وما يفوته من كسب بسبب الفسخ مع مراعاة ما يكون المتعاقد قد نفذه في المدة ما بين رفع الدعوة وما بين صدور الحكم بالفسخ ويقدر التعويض بتاريخ نطق القاضي بالحكم كما قد يحكم بحوائد التأخير بالإضافة إلى التعويض إذا كان المبلغ المحكم به معين المقدار وقت الطلب وأن يتأخر المدين في الوفاء به في الميعاد المحدد بغض النظر عن تضرر الدائن من جراء هذا التأخير ويجب أن يكون العرض أي وفاء الدين خاليا من أي قيد أو شرط لا يستلزمه الدين المعروب فإن كان العرض معلق على شرط تعسفيا فإن من حق الدائن أن يمتنع عن قبول الوفاء ولا يستطيع المدين عندها حملة دائن على قبوله إذ يترتب على هذا الشرط اعتبار العرض غير قائم يعد هذا الحق أهم حقوق المتعاقد على الإطلاق فلا يجب أن يغيب عن ذهننا أن المتعاقد مع الإدارة إنسان يسعى إلى تحقيق الربح وبالتالي على الإدارة الالتزام بتقديم المقابل المالي للمتعاقد معها مقابل ما قام به من التزامات وهذا المقابل المالي له نوعان وذلك حسب نوع الخدمة التي يلتزم المتعاقد بتقديمها فإذا كان المتعاقد يؤدي الخدمة للإدارة مباشرة فإن الإدارة تلتزم بتقديم المقابل المالي ويتخذ المقابل في هذه الحالة صورا مختلفة حسب طبيعة العقد فهو ثمن في عقود التوريد والأشغال ومرتب في عقود التوظيف وفائدة في عقود القروض أما إذا كان المتعاقد يؤدي الخدمة للجمهور مباشرة فإنه يحصل على المقابل المالي في صورة رسوم يتقاضاها من المنتفعين كما في عقود الالتزام والامتياز وقد يسحب المقابل المالي الأصلي أي الثمن أو الرسم مزايا مالية أخرى كضمان حد أدنى من الربح أو التزام الإدارة بإطراض المتعاقد مبالغة في حدود معينة أو ضمانه لدى البنوك في الحصول على بعض القروض إلى آخرين وكل هذه المزايا تعد بمثابة مقابل مالي للمتعاقد وتلتزم الإدارة بالوفاء بها ومما هو معلوم أن الشروط التي تحكم المقابل المالية في العقد هي شروط تعاقدية لا تستطيع الإدارة أن تمسها بالتعديل دون موافقة الطرف الآخر ولكن الشروط المتعلقة بتحديد الرسم في عقود الالتزام والامتياز هي شروط لائحية وليست تعاقدية وبالتالي تستطيع الإدارة تعديلها بإرادتها المنفردة دون رضاء المتعاقد معها والذي يعطي للشروط التعاقدية الحصانة من التعديل في مواجهة الإدارة اعتبارانهما الأول اعتبار عملي هو إحجام الأفراد عن التعاقد مع الإدارة فيما لو أمكنها أن تعدل هذه الشروط رغم إرادة المتعاقد والاعتبار الآخر اعتبار قانوني ومراده أساس حق الإدارة في التعديل فسلطة التعديل تستنج إلى مقتضيات سير المرافق العامة وبالتالي فإن هذه السلطة لا تنصب إلا على الشروط التي تتعلق بتسير المرافق العامة وليس من بينها تلك التي تحدد المقابلة النقدية في العقد ولذلك فإن استقرار تلك الشروط عام وواسع المدى حيث يشمل كل شرط يضمن فائدة اقتصادية للمتعاقد كالضمانات والقروض ومدة العقد وطريقة الدفع والتسهيلات في التنفيذ وضمان عدم المنافسة إلى آخرين وبناء على ما سبق سندرس كل من الثمن الفرع الأول والرسم الفرع الثاني أهم صورتين من صور المقابل المالي الفرع الأول في المقابل المالي وهو الثمن الثمن هو المبلغ النقدي الذي يحصل عليه المتعاقد كمقابل لتنفيذ الأداءات المتعاقد عليها مع الإدارة وهو شرط جوهري في العقد فأي جهالة فيه أو عدم وجوده من شأنه أن يبطل العقد حيث تلتزم الإدارة بدفعه كما هو محدد في العقد وقد أكد القضاء الإداري الفرنسي والسوري مبدأ استقرار الثمن وعدم جواز المساس به إلا إذا وقع خطأ مادي فيمكن تصحيحه والأصل في أن يحدد الثمن باتفاق بين الإدارة والمتعاقد معها سواء بشرط يدرج في صلب العقد أو بمقتضى وثائق مستقلة تلحق بالعقد والأصل أيضا أن يحدد الثمن برقم محدد لكن قد يحدد بطريقة الإحالة إلى عناصر خارجة عن العقد كالاتفاق على اتخاذ الأسعار السائدة في وقت محدد أساسا للمحاسبة وفي فرنسا توجد عدة أنواع من الثمن فهناك الثمن المؤقت الذي يلجأ إليه في حالة السرعة وعندما لا يكون ممكن الوضع سعر بدائيا نهائي كما يوجد الثمن الموحد الذي يطبق على الكميات المسلمة بشكل حقيقي ونهائي وذلك عندما تكون الكميات غير محددة في العقد ويوجد أيضا الثمن الجزافي وذلك حين تكون الأداءات محل العقد محددة وبالتالي يكون الثمن نهائيا ولا يتغير حسب الكميات المسلمة أما في سوريا فيلاحظ تطبيق الثمن الجزافي بشكل أساس بحيث يعين ثمن إجمالي ونهائي وثابت في العقد كما يطبق بشكل استثنائي الثمن الموحد ويسمى الثمن على أساس الإنتاج ومجاله الطبيعي عقود الأشغال العامة وذلك عندما لا تكون الإدارة علمة بالكميات المطلوب تنفيذها فتتعاقد على أساس الوحدة كأن تتعاقد مثلا على الحفر في موقع معين على أساس وحدة الإنتاج التي تتمثل في هذه الحالة بالمتر المكعب ويكون الثمن هنا هو حاصل الأمتار المكعبة المنفذة فعلا من قبل المتعاقد أما طريقة دفع الثمن فهي تختلف في سوريا تبعا للعقد فالدفع في عقود التوريد تختلف عنها في عقود الأشغال 1. ففي عقود التوريد يجب أن نميز بين العقود الداخلية والخارجية 1. في عقود التوريد الداخلية تطبق قاعدة الدفع اللاحق بحيث لا تدفع قيمة التوريدات إلا إذا تم تسليمها فعلا ويثبت ذلك بمقتضى محضر استلام يبين ذلك ومعتمد من آمر الصرف ومذكرات إدخال التوريدات محل العقد إلى مستودعات الإدارة 2. أما في عقود التوريد الخارجية فقد راع المشرع السوري مقتضيات التجارة الدولية حيث أجاز الدفع عن طريق فتح اعتمادات مستندية عن طريق أحد البنوك من قبل الإدارة 2. أما بالنسبة لعقود الأشغال فالمبدأ هو الدفع المرحلي أي كلما أنجز المتعاقد مرحلة من المشروع يجب أن يتقاضى قيمتها وقد نص القانون السوري على أن يتم الدفع في عقود الأشغال بموجب كشوف شهرية أي كشوف مؤقتة تشمل الأعمال المنجزة بصورة نهائية والغير منجزة نهائيا وتقدر قيمتها بموجب الأسعار الملحوظة لهما في العقل مع الأخذ بعين الاعتبار برجة إنجاز الأعمال الغير منجزة نهائيا والمبالغ التي تؤديها الإدارة بناء على تنظيم الكشوف المؤقتة تعد مبالغا تقديرية فهي لا تعني لموافقة الإدارة على قبولها نهائيا أو تنازلها عن أي حق من حقوقها المنصوص عليها في القانون أو العقل وتستمر الإدارة بصرف الكشوف المؤقتة وفقا لخطة الاستلام المؤقت للمشروع ويجري صرف هذه الكشوف خلال 15 يوما من تاريخ تقديمها إلى محاسبة الإدارة أو الإدارة المالية المختصة حسب الحال مستكملة لوثائقها وشروطها القانونية وكل تأخير بالصرف بعد انقضاء المدة المذكورة غير ناجب عن المتعاهد يضاف حكما لمدة العقل كما تلتزم بتنظيم كشف يتضمن الحسابة الختامية للمشروع الكشف النهائي وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ الاستلام المذكور والكشف النهائي يعد قطعيا ونهائيا حيث تعد الإدارة قابلة بالحسابات الختامية لأعمال العقد بعد توقيعها على الكشف النهائي ولكن توجد طرق أخرى لدفع المقابل المالي في عقود الأشغال وذلك بشكل سابق على تنفيذ أي مرحلة من مراحل الأعمال وذلك في حالتين الحالة الأولى السلفة حيث يمكن منحها في عقود الأشغال فقط بشرط النص على ذلك في دفتر الشروط الخاصة والإعلام وأن لا يتجاوز مقدار السلفة 15% من قيمة العقد وأن لا يتم دفع السلفة إلا بعد إعطاء أمر المباشرة وتقديم كفالة مصرفية لا تقل عن قيمة السلفة وقبل أن يبدأ في تنفيذ أي من الأشغال المتعاقد عليها والحالة الثانية هي الإحضارات وهي كل المواد اللازمة لإنجاز الأشغال والتي ستستخدم فورا ومباشرة في تنفيذها وقد أجاز القانون السوري صرف قيمتها حتى قبل البدء في تنفيذ الأعمال في العقد شرط أن تكون كمياتها بنسبة 80% من مجموع ما جهز منها فعلا وكان مطابقا لشروط العقد وتقدر قيمتها على أساس اعتبار الأقل بين السعر الرائج لهذه الإحضارات عند تقديم الكشف الخاص بها وبين السعر المقدم لها في العقد أما الصورة الثانية أو الفرع الثاني فهو الرسم وهو عبارة عن القيمة التي يدفعها المنتفع من خدمات المرفق العام إلى المتعاقد المكلف بإدارة هذا المرفق لمقتضى عقود التفويل وهذه الرسوم تعد حقا للمفوض إليه يغطي من خلالها تكاليف إنشاء وإدارة المرفق ومصاريف تشغيله مع تحقيق هامشة معقولا من الربح وتعرفة الرسم كما ذكرنا سابقا تعد من قبيل الشروط التنظيمية للعقد تضعها الإدارة بإرادتها المنفردة وبالتالي يجب أن يتقيد به المفوض إليه في كل عقود التفويل وقد أوضح القانون المدني هذه الناحية في إطار عقود الالتزام تحديدا كما توجد قواعد ضابطة لتحديد تعريفة الرسم فالتعريفة لا يمكن أن تحدد بالطريق التعاقدي بين الإدارة والمتعاقد معها تحت طائلة البطلان المطلق للعقد كما يجب مراعاة مدى مساواة المنتفعين أمام المرفق العام محل التفويل بأن تطبق التعريفة نفسها على كافة المنتفعين من خدمات المرفق العام المفوض وفقا لشروط متساوية بناء على ما سبق يتبين لنا أن العقد الإدارية ينتج التزامات وحقوق على كل من طرفه والحقوق العائدة المتعاقد مع الإدارة متنوعة ومتفاوتة في الأهمية من ناحية إيجاد التوازن مع سلطات الإدارة وامتيازاتها التي تسمح لها إلى حد كبير في التعديل في العقد الإداري تماري السؤال وفقا لأحكام قانون العقود في سوريا للمتعاقد أن يحصل على سلفة الإجابة الأولى بنسبة 15% الإجابة الثانية بنسبة 10% الإجابة الثالثة بنسبة 25% الإجابة الرابعة بنسبة 30% الإجابة الصحيحة هي الإجابة الرقم واحد وفقا لأحكام قانون العقود في سوريا للمتعاقد أن يحصل على سلفة بنسبة 15% انتهت الوحدة التعليمية السادسة ترجمة نانسي قنقر